بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشابتر 7 Soil Stabilization Methods إن شاء الله النهاردة هنتكلم على Part 10 وهو استكمال البيتوميوس او التثبيت باستخدام البيتومين وهنتكلم في البارت ده على حاجتين أول جزء اللي هو وثاني جزء اللي هو الكونستركشن لو اتكلمنا على العوامل اللي بتؤثر على تثبيت الطربة بالبيتومين فهم عبارة عن خمس عوامل أول عامل اللي هو الصائل فبنقول فيها معنى هذا الكلام أنه عند تصميم خلطة البتومين عشان تعمل تثبيت للطربة هيبقى عندي فاكتورز اللي هي مقاس الحبيبة بتاعة الصائل شكل الحبيبة نفسها والتدرج الحبيبة للصائل الفاكتور الثاني اللي هو types of بتومين فبنقول عندنا القط باكت دي تعتبر of higher grade should be preferred أفضل نوع لاستخدام الصائل بتوميني استعبليزيشن هو القط باكت يلي عندنا اللي هو الامولوشن وده generally gives slightly inferior results than قط باكت يعني تأثيره أقل شوية من تأثير القط باكت النقطة التالتة اللي هي amount of mixing يعني كمية الخل increasing proportion of بتومين causes a decrease in dry density بمعنى لو انت زودت نسبة البتومين في تسبيت الثويل فاللي هيحصل انه هيحصل ان الدرايد نسي او الكسافة الجفة هتقل ولكن but increases the stability after a certain بتومين content يعني بعد فترة معينة او بعد نسبة او محتوى بتومين معين بتزود السبات بتاعة الصائل فبنقول ان optimum بتومين contents يعني افضل نسبة او النسبة المسلة او المحتوى الامسل للبتومين for maximum stability عشان عايزين ثبات اقصى ما يمكن بتتراوح ما بين 4 ل6 في المية النسبة ديت هتديني افضل ثبات للطور المقطة المقطة الميكسين او الخلط يعني خلي بالك خلي فترة الخلط ديت تكون قليلة ده بيحسن الاخلط نفسه فعشان كده نخلي فترة الخلط قليلة اخر نقطة اللي هي الكمباكشن effective كمباكشن يعني الدمك المؤثر results higher stability and resistance to absorb water ما معنى هذا الكلام ان انت عملت دمك مؤثر فده بيؤدي الى ايه بيديني stability اعلى ومقاومة لامتصاص المية النقطة التانية اللي هنتكلم عليها في هذا الجزء اللي هو construction methods احنا بس في شوية او بعض النقاط لازم تخلي بيها تخلي بالك منها في حالة استخدام soil bituminous stabilization اول نقطة بنقول the optimal tile content for compaction is greater than for stability يعني لو خلي بالك الكمباكشن النسبة اللي احنا بتاعت الخلط بتاعتها بتبقى اكبر من النسبة اللي انت عايزها المين للستابility the requirement for throw mixing may be even greater يعني متطلب للخلط الشامل بتاعنا ربما يكون اكبر شوية بمعنى معنى ايه الكلام دوت for clay soil يعني تربة clay it is necessary مهم جدا to react the mix between mixing and compaction يعني مهم جدا ضروري جدا ان انت تهوي الخلطة بتاعتك ما بين مرحلتين مرحلة الميكسنج اللي هي مرحلة الخلط ومرحلة مين الدمج وكذلك ما بين مين مرحلة الدمج ومرحلة مين تطبيق الأحمال على for high stability يعني لو انا عايز ثبات عالي the layer methods of construction is preferred يعني ايه يعني هبتدي احط طريقة بتاعتي ان انا احط طبقات each layer is about 5 centimeter thick يعني سمكة كام 5 سنتي وبعدين when lower layer is dried لما الطبقة اللي دي خلاص جفت subsequent layer is laid بتيدي احط الطبقة التانية وال total thickness for el-paces ما بين كام 10 ل20 سنتي اما لو استخدمنا طريقة in the mix in place methods البتومين is spread in several passes يعني انا ببتدي اصب او انشر البتومين بتاعي على مسارات عدة each layer is partially mixed before the next pass يعني كل طبقة ببتدي اعمل فيها ايه اخلطها وبعدين ابتدي احط ال-pass التاني او المصار التاني طبعا الطريقة اللي احنا بنقولها دي عملت ايه منعت تشبع السطح لل-sub جريد بتاعتي اخر حاجة اللي هي المناخية يعني الظروف المناخية بتاعتي لازم بتأثر اكيد على كمية البتومين اللي انا هستخدمها في تسبيت التربة كده يبقى انت خلصت النوع الثاني من او الثالث من الفيزيكال اه ستبليزيشن خدنا الليم سبليزيشن وخدنا سيمنت سبليزيشن وهنا خدنا البتومينيس سبليزيشن شكرا